بعد استُقساتِها للإدارة دي الفارق الى الجالالالعلمي البحث عن مهاجم مناسب الفرق وبعدما بدو تتفوض مع بعض الزفه دي المهاجمي اللي عندهون نقاط سيلبيeeee أكثر من نقاطي الإيجابية و بعدما بدو تلاقو واحد صعوبة الإلكبيرة بشاه يلقوا هوا مهاجم مناسب الفريق الرجال جيتنا في الفيديو باش نقترح إلى الإدارة دي الفارق بعد اللاعبي اللي تلاعبوا في مركز راس حربها و النصيحة دي للإدارة دي الفارق و يتبعوا أنا anytime اللي غدا ن assure بدقة عالية ويحاول يتعقده مع مهاجم من هاد المهاجم اللي غدا انذكر في هذا الفيديو ونبدأ بسرعة بالمهاجم اللي اختارته في هذا الفيديو واللي هو المهاجم دي الفريق شباب بولزداد اللي هو ليونيل وانبا ليونيل وانبا كيت تعتبر وحد المهاجم اللي يتساعد بقول في دوري الجزائري وادلي بدح حاليا وصل قيمة سويقية ديرو 400 الف دولار وطورة هاد المهاجم هاد اللي اذكرت باقي واحد المهاجم اللي شابوا يلا في العمر ديروا 20 سنة وكي تعتبر واحد الموهبة اللي فده في المركز راس حربا وزيدة المهاجم الكاميروني تلعب مع المنتخب الكاميروني قرم 17 سنة وتورى هذا المهاجم توج بافضل مهاجم صاعد في الدور الجزائري في الموسم اللي داز واتشي واضحته من ناحية الإحصائيات التي يمتلكها دليل عباده في 20-20 سنة كنشوفه في المسيرة ديروا يلعب 61 مباراة من هذا 61 مباراة ستطع باش يسجل 23 هدف ويصنع 3 ديال الأهداف وهذا المهاجم هذا بكون زرخص لإدارة ديال الفارق يخطفه من فارق شباب بوزداد الجزائري لأنه في ظرف موسم ولا موسمي القيمة تسويقية ديال الأعبادة غتترجع مرعبة وشلي غد يفيد الفارق فنيان وطاكتيكيان أما الثاني المهاجم اللي اختارته لإدارة ديال الفارق الرجال لهو النجم ديال الفارق بارادو الجزائري اللي هو مروان زروقي كنعرفو احنا يمزين باللي فارق بارادو الجزائري هو أكتر نادي اللي تنتج النجوم وحاليا في هذا الموسم هذا الفارق هذا كيمتالك واحد المهاجم اللي قوي وطورو مروان زروقي حاليا كيتعتبر بين أفضل المهاجم اللي كان في الدور الجزائري وهذا اللاعب هذا يلا في العمار دياله حاليا 21 سنة وطورو في هذا السن هذا والقيمة تسويقية دياله اللاعب وصفة 450 ألف دولار أما من ناحية الإحصائيات دياله اللاعب حتى هو عنده واحد الإحصائيات المحترمة ففي المسيرة دياله كلها لعب 67 مباراة من هات 67 مباراة استطاع باش يستجل 12 الهدف وإسناء ثلاثة ديال الأهدف وهذا المهاجم هذا بكوتر عنده واحد المستقبل كبير في الدور الجزائري على هذا شيء كان صح الإدارة ديالفارق الرجاء يبدأ يتفاوضوا مع هذا اللاعب باش ينتقل الفارق نبشه ده بالمهاجم الثالث اللي اختارته الإدارة ديالفارق واللي هو المهاجم الكونغولي فيني بونغونغا هذا اللاعب بدأت له في الدور التونسي ومع النادي الساحل وكيتعتبر بين أفضل المهاجمين اللي كانوا حاليا في الدور التونسي هذا اللاعب هذا حاليا في العمار دياله 27 سنة وهذا اللاعب هذا عنده وحد الخبرة كبيرة في الميادين الإفريقية وزيد عطي في هذا الموسم هذا اللاعب هذا تيطبع لواحد الموسم اللي ممتاز فمثل كنشوفه في المسيرة دياله كلها شارك في استوسيم مباراة من هذا استوسيم مباراة استطاع باش يسجل 15 الهدف ويصنع جوج ديال الأهدف وهذا اللاعب هذا كيتعتبر واحد المهاجم اللي كلاسي كيفد وكيتعتبر واحد المهاجم اللي قد ناصو اللي يما يزجلش نهائيا على الإتشار اذا لعبها إذا مشى ونتقل الفرق هديكو واحد الانتقال الاستثنائي بالنسبة للفرق لان اهذا لعبها تجمع بين الموهبة والخبراء والانتقال ديول الفرق هديكون عنده واحد لإيجابية نبشى السيبه اللعب الرابع choices الإدارة ديول الفرق واللي هو المهاجم ديول الفرق النادي الأفريقي حمد العبيدي حمد العبدي بهتا هو كيتعتبر واحد المهاجم اللي يساعد بقوة في الدور التونسي وهذا المهاجم هذا يلا في العمار دياله 21 سنة مهاجم لكي تعتبر قناص بامتياز ولو ان هذا المهاجم هذا قصير واحد شوية ويلا فيه متر و 73 ولكن كينتلك واحد الرجل يومنا اللي خاطيرا بزاق ونادرا فاشتتوصل له شكورا لخاطيرا وتيزقلها واتشي واضحة من ناحية الاحصائية دياله في هذا الموسم اللي دهاز فكاشوفو شارك مع النادي الافريقي في 33 مباراة من 33 مباراة طباش يستجر 13 الهدف في 25 ديال الاهداء يعني هذا المهاجم هذا كي تعتبر واحد المهاجم اللي يساعد بقوة في الدور التونسي واحتم من ناحية القيمة تسويقية دياله طلعف واحد تساعد لراهيد فكاشوفو غير في هذا الموسم دا وصلت القيمة تسويقية دياله لأزيد من 100 الف دولار بعد ما كانت غير في يناير يلاه 250 الف دولار يعني هذا اللاعب هذا ادام شو انتق الفرق عادي يكون عنده واحدة الايجابية الكثيرة في الموسم المقبل على الشيء كان صح لإدارة ديال الفرق يخطفو هدل العب هذا في اسرعه وده بمشو المهاجم اللي اخترتو في المركز الخامس واللي هو النجم دياله الفيديو كامل واللي هو المهاجم ديال نادس فاقسي تونسي محمد كوناطي هدل العب هذا اللي ذكرته حالين وافضل مهاجم بين هدل المهاجم اللي ذكرت كاملين فتصور هذا المهاجم الغيني حالين يلاه في العمار ديرو 19 سنة يعني مهاجم اللي باقي صغير وادل عبادة صور العب في المدرسة الدنماركية وحاليا فادل موسي مدى تلاه مانادس فاقسي تونسي وادل عبادة بكوسرا غادي يكون عنده واحد شائن كبير في الكورا الافريقية مستقبلا خصوصا مهاجم اللي سريع الواحد درجة الكبيرة ويمكن توضفو في جميع المراكز ديال الهجوم وادل عبادة كيمة العب في راس حربا يمكن لأبكى جنح عصر ولا جنح ايمان وزيد ادل عبادة متكامل من ناحية تسجيل الاهداف وصناعة الاهداف فالصورة ديال العبادة في الموسم اللي ديال شارك في 32 مباراة من هاته 23 مباراة طبعش يسجد سعود ديال الاهداف ويصنع خمسة ديال الاهداف وزيد هاته المباراة كلهم اللي شاركوا مع فريق ناديس فاقسي مكانش يلعب 90 دقيقة كلها اما هو كان غادي يدير احصائيات حسن من هاته الاحصائيات اللي اذكرتها وبالنسبة لها ديال العبادة هو افضل انتقال يمكن يديره فريق الراجل العالمي في هاته الميركاتو خصوصا هاته العبادة ديال العبادة ديال العمار دياله 19 سنوه عنده قيمة تسويقية وصلت 350 الف دولار وفي حالة الانتقال دياله فريق الراجل وتألق مع هاته الفريق يمكن توصل لقيمة تسويقية دياله 500 الف دولار حتى 2 مليون دولار الموقع بمسا للفيديو بتركوا موطرة وعطيوني افضل مهاجم بين هاته 5 ديال المهاجمين اللي اذكرت وش كل مهاجم اللي تتشوفوه بلي كيسلح الفريق الراجل العالمي في الموسم المقبل ويالله افضل كان معكم حافظ وطه الله